الحوار الوطني زي ما حضرتكوا عارفين هو 3 محاور رئيسية السياسي الاقتصادي المجتمعي جواهم 6 5 لجان سياسية 6 لجان مجتمعية 8 لجان اقتصادية كل هذه اللجان مرشح لكل واحدة منها اللي جواها كل واحدة من دول جواها قضايا تانية فرعية حتتناقش تقريبا تقريبا قد يصل عدد القضايا اللي هتناقش في الحوار الوطني بعد بلورتها وبعد الاستقرار على اهميتها وضرورتها داخل مجلس الامناء الحوار الوطني 100 قضايا موزعة على 19 لجنة وهذه هي القضايا اللي بتمثل زي ما الرئيس البمهورية الرئيس السيسي دعا دي اولويات العمل الوطني اللي واجب على المتحورين انهم يدلوا بدلوهم فيها وانهم يقولوا في الاخر يوصلوا اما الى اقتراحات تشريعية ترفع لسيادة الرئيس لارسالها للبرلمان لتحولها لتشريعات او مقتراحات تنفيذية ترفع برضو لسيادة الرئيس لتحولها القرارات التنفيذية من عنده او من عند الجهات المختصة في الحكومة وبالتالي مئات زي ما بقول من المشاركين حيبقوا في الحوار الوطني حضراتكم يعني لو احنا بناخد بشكل تده حسابي بسيط احنا عندنا زي ما بقول 19 لجنة وفيهم 100 قضية تقريبا وحسب ما اعلن من مجلس الوحوار الوطني في تنظيم جلسات الحوار انه متوسط او يعني العدد اللي حيحضر كل موضوع يناقش مش كل لجنة كل موضوع في كل لجنة حوالي 30 شخص يعقدوا جلسة او 2 او 3 الجلسات كلها بتنظم الان لإعلانها غالبا هذا الاسبوع الاسبوع اللي جاي يعني بشكل منظم والتالي حالي بتكلم على 30 شخص في 100 في 100 موضوع يعني بنتكلم على قرابة قرابة 3000 شخص ده جهد كبير جدا طبعا ما يقوم بيه مجلسة الامناء وقام بيه خلال الفترة اللي فات بالتنصيق مع كل القوى المشاركة في الحوار ومع كل جهات ذات الصلة بالحوار واللي عندها المعلومات يعني الحكومية حوالين الدولة ومشاركة الحكومة كمان هتبقى ازاي والمعلومات الدقيقة تجي ازاي عشان الحوار يفضل الى شيء خدت وقت كبير وكان يجب ان تأقذ هذا الوقت انه الاعداد ده هو اللي حوصلنا في الاخر الى جلسات منجزة واضحة موجزة تصل الى حرة طبعا علنية تحت بصر ونظر الاعلام المصري وبصر ونظر اهم من ده الرأي العام المصري ومن يريد ان يتابع من الرأي العام الدولي حيب ان موجود كل ده موجود عشان نصل الى نتائج تشريعية او اقتراحات تشريعية او تنفيذية ترفع للسياد الرئيس الجمهورية الحوار اه زي بقول لحضراتكم لم يكن حدث عابر ترافق مع اه افراجات مهمة من النائب العام والنيابات المختصة والمحاكمة المختصة مشكورين عن وطبعا مشكورين دي لفظة يعني لا يجب ان تصدر في حق النيابة العامة والقضاء لكن انا بقولها النيابة عن أسر يعني شعرت بالسعادة لان ابنائهم تم اخلاق سبيلهم وكمان لجنة العفو الرئاسي اللي رفعت للسيد الرئيس الجمهورية اه اقتراحات بأسماء من المحكوم عليهم حكما باتا اه ويجوز للسيد الرئيس ان يصدر عنهم عفو رئاسي بصلاحياته الدستورية فعندنا قرابة 15 شخص خرجوا اه من السجون يمكن اكتر شوية بموجب العفو الرئاسي كل ده ترافق مع الحوار الوطني حالة اخرى كمان من التواجد الاعلامي والسياسي لأطراف الحوار الوطني خاصة الاطراف المعارضة والقول موجود اطراف معارضة ده اعتراف بواقع واقرار باننا جميعا داخل حدود نظام المصري والدولة المصرية وان النظام هو حكومة ومعارضة اطراف كثيرة من هذه المعارضة موجودة في ساحات الاعلام موجودة في اجتماعتها وبيانتها واعلانتها اللي بتعلنها وموجودة على ساحة الاعلام بكل اشكال الاعلام التقليدي والاعلام غير التقليدي وبالتالي ده الحدث الاهم في 2022 على الصعيد السياسي الداخلي ولا بقول لحضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم هيبقى فيه اعلان واضح وانهائي عن انتهاء كل مراحل الاعداد بتفاصيل هتعلن كاملة وبأسماءها وبساعات نعقدها لكل لجان وموضوعات اللجان في الحوار الوطني بمحاوره التلاثة ولجانه التسعتاشر وموضوعاته التي تختارب من المية ده ان شاء الله هي بداية سنة جديدة على الصعيد السياسي الداخلي نتمنى ان شاء الله انها تفضي الى يعني امور إيجابية على الصعيد السياسي والاقتصاد الاجتماعي طبعا لان دي اضايا هالا هتناقص في الحوار النهاردة الحقيقة احنا يعني حبينا نقول ده في البداية مش تأكيدا على شيء يحدث ولا نفيا لإشاعات يعني بتروج احيانا الحوار خلاص خلص الحوار انتهى الحوار فشل هذا الكلام غير صحيح لان الحوار في النهاية اطرافه اكبر من الجانب الحكومي واوسع مشاركة تضرب كل الاطياف وانا هنا بقول لحضراتكم ان كل الاطياف اللي مشاركة في الحوار هو في مجلس امناؤه بنسب معتبرة وايضا في هيكل ادارته سواء المقررين العموم للثلاث محاول رئيسية او التسعة عشر اللجنة واللي هما ممثلين فيها كل الاطياف المصرية تقريبا بلا استثناء هما اللي اقدر على القول او النفي بين الحوار وقف او انتهى او فشل ولم نسمع منهم جميعا وكلهم محترمون وكلهم يعني وطنيون بالتأكيد وكلهم حريصون على نجاح هذا الحوار لم يصدر من اي شخص منهم او من اي جهة مثل هذه المزاعم هذه المزاعم هي يعني امنيات البعض يتمنى ان تحدث البعض الذي يعني ينعق كالبوم يريد ان يريدوا خرابا لكي يستمر في النعيق يريد ان يصل الى هذه النتيجة انا بس واطمئن المصريين مش الناعقين المصريون عليهم ان يطمئنه هذا الحوار مستمر سيطرح قضياءكم كلها وكل من يعني يزعم ان هو بيمثل قطاع منكم حيسمع رأيه كل من يمثل او يمثل مصلحة من مصالح فئاتكم حتسمع رأيه وحتشوفوها بعنيكم كما هي بدون تزويق ولا تجميل ولا حسف ولا اضافة وده زي اقول لحضراتكم يؤكد ان احنا بالفعل هنبقى بنبتدي عام جديد عشرين تلاتة وعشرين بمشهد مختلف سياسيا عن العام السابق تمنى انه هذا المشهد بكل ما سيحتوي من المناقشات لأضاياكم يوصلنا بالفعل في النهاية الى تحقيق توافق او اختلاف بس اختلاف محترم حول اولويات العمل الوطني زي ما الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا في دعوته يوم ستة عشرين للحوار الوطني نخرج الى فاصل ونكرر لحظاتكم التعنيه بالعام الجديد ونرجع لفقرتنا الاولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة